انا عايز اقول لكم النهاردة اخبار سريعة جدا النادي الاهلي كان فيه اجتماع مبارح في فرع الشيخ زايد المهندس محمود طهر كان فيه حديث مع اعضاء مجلس اللي ضرب بيتمسك بجريده يقول لهم موضوع مقفول جريده مكمل حتى نهاية الموسم برضو معانا خبر حصري كده للا يعني من كوالسنا احمد فتحي هناك اتفاق او فيه كلام مع احمد فتحي ان هو يعود للنادي الاهلي بداية من الموسم الجديد والديل مع المهندس محمود طهر شخصيا ويعني هنشوف هل الكلام ده هيتحاق ولا ولكن دي من مصادرنا داخل النادي الاهلي شغل كبير جدا وشغل جامع جدا في النادي الاهلي ففرع الشيخ زايد وبيسابقوا فيه الزمن علشان يفتحوه وفيه كلام واخبار كتيرة جدا ان النادي الاهلي بيسعى للحصول على قرد بمبلغ كبير جدا من الاسهم اللي موجودة ليه في بعض الشركات يعني واضح ان المهندس محمود طهر قبل الجامعية العمية بيفكر في حاجات كتير جدا جدا